موسيقى السادة السادة لماذا تستخدم هذا المكان لكي تستخدم هذا المعرض لا يزيقه الاختيار هذا المكان كان لأن هذا المكان هو واحد المكان يستخدم العدد كثير للناس لهم ماشي بالضرورة جايين باش يشوفوا المعرض ولكن بحكم انهم تيجوا للمول يمكن لهم يكتشفوا هاد الفضاء ويكتشفوا العلوم في مكان اللي فيهم بزاف ديال المورور تتسقت بوحد اخر من المهتمين بعد لها يا زيكون السراحة المعرض معمول لكل زوار لكل الناس بحيث انه تدخل في ايطار يعني الاهداف ديال مؤسسة الطارق اللي هي جمعية اللي عندها ثلاثة الاهداف مهمة الهدف الاول هو التنمية ديال البحث العلمي في النيازيك وعلم الكواكب في المغرب وكذلك اعطاء الصدارة التراث الجيولوجي المغربي وخصوصا النيازيك لان المغرب عنده واحد تروى غنية بثاف في تراث الجيولوجي والهدف الثالث هو النشر العلوم ونشر المعرفة وهذا المعرض معمول هذا الهدف هذا اللي هو نشر المعرفة للعموم للناس الكبار الصغار الوليدات بحيث انه مؤخرا عندنا مجموعة المؤسسات التعليمية اللي تتقوم بزيارة ديال المعرض اذا هاد المعرض يعني ما معمولش هي الاختصاصيين او غير للناس اللي هما مهتمين هو معمول العموم قد تقوليش حتى تقريباً تعداد الزوار اللي زروا المعرض هذه ستشورت قريباً نعم الوغم تداءاً من او فاتح يوليوز اللي قدرنا الافتتاح لثلاثين يونيو اللي حتي الان عندنا كتر من السلف زائر واللي منهم تنلحو على انهو استقبلنا كتر من الف تلميذ من الاكاديمية ديال بضل بيضاء السطات اللي هما تلاميذ ديال مؤسسات حكومية المستوى الاول ديال التعليم الاعدادي وهذا يعني بالنسبة لنا يعني سعيدين به لان هاد الوليدات كان عندهم الامكانية باش يكتشفوا هاد العالم العجيب وهاد العالم اللي هو غني بالمعلومات العلمية مؤخراً سقطوا واحد نيازك في دواحي يقول ميم هو الاثار واحد الموجة من الجادة اللي حاول وجد نيازك قاماري ولا ماشي قاماري بالنسبة لكم ماشي من القراءة ديالكم بالنسبة للنايازك اللي تحت مؤخراً في جهة قلميم هو مكان وجوج الأول تحت في 16 نوان بير والثاني تحت في تسعود ديسمبر الأول غالباً من عينة الكوندريتات والثاني من العينة ديال ليزا كوندريت بالنسبة لتصنيف ديال هاد الأحجار ممكن ناشحنا كباحثين أننا نرتاج له ونعطيه واحد تصنيف ولو أنه عندنا فكرة على تصنيف ولكن أنا بصفتي خبيرة دولية خاصنا حتى يكون عندنا تقيقة تمامة في التحاليل عادي يمكننا ننقلوه هاد السنف بالضبط تحاليل راها في السير ديالها الآن عندنا عينات بدينا عندنا تحريات ديالنا اللي إن شاء الله من اللي هادي يكون نيسري والتحاليل هادي ندير واحد ل تصنيف ومن بعد خصنا نعرضوه على الهيئة العالمية لتسمية النيازيك بحيث أنه إذا شفتوا هاد المعرض فيها على الأقل الوحد عشرة ديال النيازيك اللي هي نيازيك اللي سقطت في المغرب ومصنفة من طرف المجموعة ديالنا ديال البحث ديالنا بتداء من بن قرير في 2004 حتى التاردة في غش 2020 وهاد النيازيك كلها ما تمكننا أننا نحطوها في المعرض ونتواصلوه ونديرو البحث العالمي وننشروه حتى كان عندها تصنيف اللي هو مقبول من طرف الهيئة العالمية تسمية النيازيك لأنه إحنا باحثين وعندنا واحد خصنا ندخله في هذا الأيطار ما يمكنش نتعدو هذا الأيطار اللي هو تيأطر البحث العالمي في هذا الاختصاص هذا ما شغل المغرب اللي عندو تتنزلو في هذا النيازيك بززاف ولا جميع الدول الإفراقية؟ إذن السؤال على فين تتلقى النيازيك؟ حسنا باش نجاوب على هذا السؤال كان جوج دي العينات دي النيازيك كان السقوط الملاحظ حيث أنه بحل هاد النيازيك اللي شافت بجيز قلمين شافو هالناس من التاحث وكين عين أخرى دي النيازيك اللي هما اللي تيتلقاو اللي تتخوفاي هاد اللي تتخوفاي تيتلقاو خصوصا في السحاري السحاري الباردة بحال الانتاكتيك والسحاري السقونا بحال السحراء المغربية بحال السلطنة عمان بحال ليبيا هي مش عالو تتسقط في هاد الاماكين ولكن كتتتتراكم في هاد الاماكين لأن نيازك يلطح في البحار وليلطح في الغابة الاستوائية غدي تتحلل بسرعة بالعوامل دي الماء التتغى واللي تيتح في السحراء تيبقى محتفظ عليه المدة أطول هاد شي باش كين عدد كبير دي النيازيك اللي تيتجمع في السحاري ولكن مع ذلك حنا في المغرب هاد السنوات الاخيرة كين عدد كبير دي النيازيك اللي تشاف تسطاحت واللي درنا لها تسناف وعند هاد السماء ديالها هاد لأن عنا واحد جوج ديال الخصال وكنوز هو عندنا سماء داكينة اللي هو كنز المغرب مازال عنده أماكن كتير اللي هي فيها سماء سوداء نوك مليك يكون شي هاب رات يتشاف وعندنا الشيء الاخر هو كين مجموعة ديال الناس ديال المغربة اللي مهتمين بهاد الأحجار هادي بمجرد ما تيتشاف شي هاب هاد الناس تيمشي ويقلبوا إذن إلا عملت مياه مياه سين ألف ألفين ديال الناس اللي تتقلب الاحتمال باشي تتلقى واحد الحجر ولو يكون صغير بحال تار دا اللي كان مجموعة تقريباً ربعة كيلوغرام رهتي تتلقى لأنه كان عدد كبير ديال الناس اللي تيبحثوا عليه موسيقى